بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 1 بعد معرفنا يعني ايه موليكيول وشفنا البروبرتيز of موليكيول تعالوا نكمل كلامنا ونشوف باقي الحاجات نشوف الافكت of temperature على الموليكيول ده ايه ونفهم كلمة جديدة ونعرفها كلمة اسمها Atom بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس واتنورونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام لان ده اللي بينزل عليه البيدي افر كل درس بعد نهاية اخر بارت من الدرس يريد كمان تفرحوني بلايك وشير وكمنت على الفيديو وتنشروا القناة ما بين اصحابكم وحبيبكم يلا ناخد سوا اخر بارت من lesson 2 unit 1 النقطة اللي بعد كده اللي حنتكلم فيها relationship between temperature of matter والphysical state بتاعتها يعني لو انا عندي الstate of matter دي solid وهكذا كان عندي four process تعالوا نشوفوا الكلام ده بقى بس على شكل اكبر واوسع على حاجات ليها علاقة بالكلام اللي احنا لسه قيلين اللي هو intermolecular force والintermolecular space تعالوا نحكو الحدوتة بطريقة اسحر لو انا عندي solid substance ايه دي solid substance الملكيول فيه ما بينهم فورس كبيرة قوي علشان ده solid وspace very narrow علشان ده solid والspeed بتاع الملكيول دي limited او vibrational تخيل كده المنظر ده انت واخوك او انت وصحب بعدين جنب بعض space ما بينكم وما بين بعض صغيرة الفورس طبعا ما بينكم وما بين بعض كويس لو حصل ان واحد فيكو gain energy يعني ايه gain energy يعني خد energy كتير الenergy اللي عندنا في حالة solid state دي قتلنا من thermal energy يعني خدت heat يعني temperature بتاعته زاد طبيعي جدا الملكيول ده مش هيخضل قاعد جنب الملكيول ده الملكيول ده حيجري ويروح بقى يشتري حاجة حلوة او يروح يخرج او يروح يعمل اي حاجة اول حاجة حصلت ان الspeed بتاعت الملكيول increase طيب لو الملكيول ده ماشي زي ما احنا بنقول كده الفورس ما بينه وما بين اخوه فضلت كبيرة زي ما هي لا طبعا الفورس بتوين الملكيول وبعضها حصل لها decrease طب والspace الملكيول ده بقى هنا واخوه هناه الspace ما بينهم حصل لها increase هو ده اللي حصل بالزبط لما جبنا solid substance وعملنا لها heat لما الملكيول دي gain energy speed بتاعت الملكيول حصل لها increase والforce حصل لها decrease ما بقاش فيه فورس مسكة الملكيول دي ببعضها زي الاول والinter molecular space كمان حصل لها increase هما بقاش solid بقى شكله liquid لان احنا اتفقنا في الcompare اللي فاتت ان ال liquid ده حيران ما بين solid وما بين ال gaz بنفس الطريقة لو انا عندي اصلا liquid يعني عندي برضو اتنين اخوات بس قاعدين بعض شوية عن بعض بس still اخوات واستيل ما بينهم force واستيل ما بينهم space medium واحد فيهم gain energy بنفس الطريقة نفس اللي حصل هنا هيحصل هنا speed بتاعت الملكيول هيحصل لها increase والforce decrease والspace increase بس ساعتها بقى state of matter هيحصل لها change من الليكود للاكبر منها للاعلى منها للجاز علشان كده نفتكر تاني احنا قلنا الليكود على طول in between الصولد والجاز عندنا السؤال ده بيجي بشكله على give reason ليه لو عملنا heating للصولد state تتشينج انتو liquid او ممكن يجيب لك اسم صولد state يعني يقول لك ليه give reason on heating ice it melt هنحكي كل مرة نفس الحدود molecule gain energy thermal energy speed of molecule increase will force decrease will enter molecular space increase will matter في الاخر خالص change from solid to liquid او ممكن يجيب هالي على شكل what happen what happen heating solid substance وبردو ساعتها هنحكي نفس الحدود تعالوا نشوف الاثنين definitions اللي احنا اصلا حافظينهم ومعند الناس اي مشكلة معيهم melting change of matter from solid to liquid by heating evaporization ساعت يجيب هالنا vaporization وشاعته ساعت يجيبها evaporation change of matter برضو from liquid to gas وبردو by heating نفتكر ان كان فيه اتنين بروسس تانين اسموهم freezing وcondensation الفريزن دي كانت opposite للمelting يعني هي change of matter from liquid to solid والفابوريزيشن الابسس بروسس لها او الريفرس بروسس لها كان اسمها condensation ودي change of matter from gaseous state to liquid والاتنين الابسس دول لهم الفريزن والكوندنزيشن بيبقى معاهم by cooling مش by heating هذه مثلا صورة مجمعة عن change في state وفي متر هذه عندنا solid state وهذه liquid state وهذه gaz state ناخد بالنا من spaces between solid molecule والliquid molecule والgaseous molecule لو المتر عندنا حصل لها change من solid لliquid البروستس اسمها melting لكن لو من liquid لsolid اسمها freezing لو من liquid لجاز اسمها evaporation ولو العكس اسمها condensation احنا كده عرفنا ايه هي البروبرتز اني فيه between الموليكيول وبعضها inter-molecular space وثالت واحدة اني فيه ما بين الموليكيول وبعضها inter-molecular force وفرقنا ما بينهم الثلاثة في ال-three state of matter solid والliquid والجاز نرجع تاني ونشوف ايه العلاق او ايه الحكاية ما بين الموليكيول والماتر الموليكيول بتاعة السابستنس شبه بعض بالضبط في البروبرتز في نفس السابستنس يعني لو انا بتكلم عن موليكيول of iron هلاقي كل الموليكيول of iron ليهم نفس البروبرتز لكن لو انا بتكلم مثلا عن موليكيول of iron وموليكيول of copper مثلا او موليكيول of carbon او موليكيول او اي حاجة تانية غير الارن ساعتها هلاقي البروبرتز different عن بعض يبقى الموليكيول بتاعة نفس substance alike أو similar لكن substance لsubstance طبعا الموليكيول الـ properties بتاعتها بتبقى different الموليكيولز اللي احنا قلنا عليها من شوية ان هي smallest part of matter ظلع فيها حاجة اصغر منه اسمها ايه؟ اسمها و الاتوم دي هناخدها بالتفصيل اللي سنجعل طيب الـ kind of molecule دي بتتغير من substance لsubstance قلنا لا قلنا الموليكيول لو هي في الone substance يبقى ليهم نفس الـ properties الفكرة بقى المتر اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن تبقى اصلاً consist من element أو compound يعني ايه element يعني ايه compound تعالوا نفع الـ element ده يعني لقاتهم زي اللي موجودة كلها similar لبعض يعني ايه؟ يعني مثلاً لو انا بتكلم عن حاجة زي الـ hydrogen مثلاً او زي الـ oxygen اللي احنا بنتنفسه ده الـ oxygen ده لو جينا بصينا عدي من جوة حنلاقي consist of two atom of oxygen يعني اللي اتنين similar هم atom of oxygen وكمان atom of oxygen ساعتها اقول عليها element لو قلنا الـ water مثلاً يطلع اسمها H2O هلاقي فيها two atom of hydrogen وone atom of oxygen ظلعوا different atom مش similar atom ده اللي خلينا نقسم الموليكيول لtwo type element موليكيول وكمباون موليكيول تعالوا نرجع ناخد كل واحد فيهم بالتفصيل الـ element ده ده طبعاً هو simplest pure form of matter ده الشكل الـ pure ده الـ atoms فيها كلها similar لبعض واهم حاجة فيها انه هي can't be analyzed خلاص ده اخر حاجة ممكن نعمل لها analyze يعني كان عندي الموليكيول كلمة السر فيه انه هو can exist freely اما الـ element كلمة السر فيه can't be analyzed ما تلخبطش بقى انه واحد simplest pure والتاني smallest part ما يفرقش معي الاولاني قد ما يفرق معي كلمة السر الكيوورد بتاعت الموليكيول كانت can exist freely لكن الكيوورد بتاعت الـ element can't be analyzed ما ينفعش اعمل لها analysis لحاجة أبسط ما ينفعش اعمل لها analyze لحاجة أبسط منه الـ element ده ممكن يبقى على شكل one atom وساعتها سميه mono atomic وممكن يبقى على شكل two atom وساعتها سميه diatomic يعني يعني ايه يعني انا عندي liquid مثلا اسمه mercury ده اللي خدناه السنة اللي فاتت وكننا بنقول انه هو بنعمل منه medical thermometer والseregius thermometer الميركري ده هو liquid و element يعني ايه element يعني mercury consist من one atom of mercury طي لكن الجاز السلة عندنا noble gas او inert gas هم دور اللي فيهم one atom زي helium وال new وال argon وال krypton وال xenon وال rod يبقى دلوقتي عندي element اللي في one atom ممكن يبقى liquid وممكن يبقى gas لو liquid ما عندي غير واحد بس هو lemon و atomic element liquid اسمه mercury لكن المون atomic gases فيه كتير helium new argon krypton xenon و rod يعني ايه الكلام ده يعني element بتاعة mercury فيها one atom بتاعة helium هي برضو one atom وال neon برضو one atom وهكذا لكن element بتاعة diatomic بقى زي الليكود الوحيد اللي diatomic اسمه bromine البرومين ده اسمه PR2 يعني E2 يعني consist من 2 atom ده ما اللي بنحكي علي والactive gases الجاس اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها زي oxygen nitrogen hydrogen chlorine fluorine كلهم اسمهم في 2 hydrogen H2 chlorine cl2 fluorine F2 كلهم 2 كلهم diatomic molecule تاب اخد بالي من نقط الليكود الوحيد اللي mono atomic اسمه mercury و الليكود الوحيد الdiatomic اسمه PROMINE الجاس النوبل gaz او ال-inactive gaz او ال-inert gaz هم كلهم mono atomic لكن active gases كلهم diatomic كده احنا اكلمنا عن ال-element بشكلينه ال-element اللي هو consist of one atom او consist of two atom تعالوا بقى نشوف ال-compound ال-compound ده اللي هو ما كانش element اللي هو can consist من different atom انا مش عندي نفس ال-atom وقررتها مرة واحدة زي الميركري او قررتها مرتين زي البرومين لأ انا المرادي عندي atom زغير بعض ال-compound هو substance formed from combination of atom of two or more different element بس بشار يبقى بconstant weight ratio يعني ايه constant weight ratio يعني انا مش بحط ال-atoms دي بمزاج يعني سي مثلا compound اللي اسمه hydrogen chloride molecule ال-hydrogen chloride ده consist of H اسمه كده H CL ده معناه انه هو في one atom of hydrogen one atom of chlorine يعني total ال-atoms بتاعته two atoms واحدة H واحدة chlorine وتوتل element بتاعه two element اللي هو element اسمه hydrogen وelement اسمه chlorine ال-hydrogen chloride ده احنا كنا جبنا سيرته في lesson اللي فات واحنا بنحكي عن bad conductor of electricity solution وقلنا hydrogen chloride in benzine ده هو hydrogen chloride تاني compound عندنا ال-water ودي زي ما قلنا من شوية اسمها H 2 O وده معناها ان هي consist total atom كده تعالوا نعد كلها على بعض فيها كم atom فيها two atom of hydrogen one atom of oxygen يعني فيها three atom طب فيها كم element افتكر كم element يعني كأني بقولك كم نوع من ال-atom فيها واحد اسمه hydrogen وواحد اسمه oxygen يبقى two elements طب وهو consist كم atom of A من كل واحد فيها two hydrogen atom وone oxygen atom ده شكل الوود ادي ال-oxygen ومعاها hydrogen وhydrogen واخر compound معنا هو nitrogen وده السيمبل بتاعه NH3 لما 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 نشوف هو فيه كم atom وكم element طلع فيه four atom one nitrogen وthree hydrogen وكم different element two element اسمه nitrogen وelement اسمه hydrogen يبقى فيه four atom لtwo different elements one nitrogen and three hydrogen وده شكل الامونيا وحدة nitrogen atom معاها three atoms of hydrogen اخر حاجة معنا ال-give reason اللي related بالجزء اللي احنا شرحنا ويجي يقول لنا ليه ال-properties of molecule of substance are different from each other احنا في ال-compounder اللي السا الانها كان عندي ال-water والامونيا اللي اثنين فيهم hydrogen واحدة فيها two atom of hydrogen والامونيا كان لها three atom of hydrogen لكن في ال-اخر ال-properties بتاعة ال-water غير ال-properties بتاعة ال-amونيا علشان الملكيول بيحصل لها change لو number of atom حصل لها change يعني علشان number of atom اتغير من ال-water للامونيا فال-properties بتاعتهم اتغيرت علشان ال-kind of atom اتغيرت من nitrogen بقت oxygen برضو ال-properties اتغير او حتى لو عملنا combinations بطريقة مختلفة برضو ال-properties بتاعة ال-element دي هتتغير ال-combination دي هنبقى ناخدها بإذن الله الترم التاني وحيبقى ليها حدوطة كبيرة معنا لحد كده احنا خلصنا listen to المرة الجاية هنتكلم بشكل اوضح يعني ايه كلمة atom وهي اصلا consist of ا اتمنى listen to يبقى اسهل ويبقى اوضح ولو فيه اي استفسارة واي حاجة مش مفهومة ياريت تبعتولي في ال-comments وانا هرد عليكم شكرا واتمنى لكم كل التوفيق